وزارة الدخلية علنت نهاردة ضبط أحد الأشخاص يدعي أو تدعي أنها سيدة أو هو يدعي أنها سيدة تعمل زابط شرطة وقام ببس فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة تبقى لما أعلنته الدخلية وفيديوهات لصالح جماعة الإخوان للإحاء بوجود مؤيدين لها وللتحريض خلونا نسمع جزء من فيديو الدخلية وبعد نرجع نتكلم بقى عن الانشقاقات في الإخوان إحنا ابتدائي بقى عندنا كان عندنا مجموعتين بقى عندنا ثلاثة نسمع الفيديو ونرجع دي أنا في مكان عمله أهو بقول للشعب المصري ينزل لهم 11-11 تمام أنا نقيب شرطة تمام إحنا مع الشعب المصري تمام لاسترجاع حقوقنا المصرية اللي اتنهبت فتحيا شعبي مصر تحيا شعبي مصر تحيا شعبي مصر تحيا شعبي مصر وكده مهم يعني أننا طلع فيديو مفابرك والدخلية قدرت أنها تقبض على هذا الشخص نرجع بقى للإخوان مرة أخرى والانشقاقات مستمرة إحنا كنا عارفين أنه كان في مجموعتين مجموعة تركيا ومجموعة لندن هناك مجموعة ثالثة ظهرت أو جناح ثالث ظهر هذا الجناح أعلن عن وجوده وانتقد الممارسات الجبهتين جبهة مونير والجبهة الأخرى في جبهة مونير طبعا إبراهيم مونير دي في لندن والجبهة الأخرى في تركيا والحقيقة أنه هذا الجناح الجديد هو جناح ينتمي للفريق الأكثر عنفا لأنه هو يعني ينتمي لأفكار سيد قط بينتمي لأفكار محمود عزة وينتمي لأفكار محمد كمال طبعا اللي هو المؤسس حسم وبالتالي طبقا لي ما أعلن هذا الفريق هو الفريق اللي بينتمي للتفكير الأكثر عنفا أو الجناح الأكثر عنفا في تفكير الإخوان قبل بس ما نسمع التحليل الحقيقة أنه جبهة لندن بالتوازي بقى مع انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة الثالثة جبهة لندن استبقت الأمر وأصدرت وثيقة سياسية جديدة أعلنت فيها انسحبها من أي صراع على السلطة في مصر والحقيقة مش عارفة هو إمتى كان فيه صراع مؤخرا على السلطة في مصر يعني إحنا كده هو بيرجعنا تاني لـ 2011 لكن هو دلوقتي لا يوجد صراع على السلطة في مصر ولا يوجد للإخوان مكان داخل المنظومة السياسية أصلا في مصر والإخوان لم يعودوا طرفا موجود في الساحة السياسية المصرية جابهة لندن قالت أنها قررت أن مهمتها لم تعد الوصول للحكم وأن مهمتها السياسية لم تكن مجرد الوصول للحكم بل قالت أنها منسحبة من أي معارك على السلطة معرفش يا دي توهمات بيقنعوا نفسهم بيها ثم بيحاولوا أن هما ينفوها وقالت في بيانة أن لديها تلات أولويات سياسية في المرحلة القادمة تتمثل في إنهاء ملف المعتقلين تحقيق المصالحة وبناء شراكة وطنية أنا مش عارفة هما برضو بيحاولوا أن هما يقولوا أن هما طرف أساسي يقوم على حوار مع السلطة في مصر وهذا غير حقيقي وغير موجود حتى الحوار السياسي اللي موجود في مصر واللي بيجمع كل الأطراف من المعارضة من أقصاها إلى أدناها اتفقوا أنه لا يوجد مكان للإخوان في المعادلة السياسية ترجمة نانسي قنقر